طبعا في السؤال كان هو يعني العملة ذات الوجهان عثرة لليهود لكن الرسول بورس مثل ما اقتبست في رسالة كورونتوس الأولى لصحاح الأول أنه كمان جهالة لليونانيين يعني برضو اليونان الصعب يستسيغ فكرة الصلب ولسيما نقول أن المسيح هو ابن الله اليونانيين ناس حكماء بتوع فلسفة وبتوع منطق وبتوع التفكير فهم يعظموا أفلاطون يعظموا أرستو يعظموا الأباطرة يعظموا الإسكندر الأكبر وغيرهم 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 يميلوا أوي إلى تمجيد هذه الصور البطولية فأن تقول لهم أن الله جاء في الجسد وهم اليونانيين يقدروا الآلهة ويعظموها ويعرفوا أن الآلهة تسكن بعيدا ولها المهابة والعظمة أن تقول لي أن الله الحي جاء وتجسد ثم جلد ومات على عود الصليب هذا أمر يعتبرونه جهالة هذا الأمر غير مقبول لدى المفكر ولا يقبله إلا الجهالاء نحن نعرف لما كان رسول بولوس في اليونان كان في أثينا نعم استهزأوا في رسالة بولوس ولسيما وصل عند رسالة الصلب والقيامة لأن الآلهة لا تموت يعني بكل بساطة نعم هذا عشان كده أعتبرون هو دوة جهالة ولم يكونوا يعرفوا أن الله المحب جاء للبشرية زي ما قال جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل اشتركوا في القناة